بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة فلوسنا بتتآكل التضخم بيال على فلوسنا بنحاول يمين وشمال نحاول نحن ندور على فلوس على أن نشغل الفلوس بتاعتنا ونحاول نحن نستثمرها في شيء يعني يدر علينا عائد على الرغم أن احنا لو حافظنا على الفلوس نفسها يعني الفلوس نفسها لو احنا حافظنا عليها ممكن تكون هي في ذاتها مكسب زيادة يعني ايه يعني أنا ممكن يكون معايا 100 ألف جنيه أنا بصرف منهم 30 ألف جنيه في حاجات يعني أنا مش محتاجها أنا في غنى عنها بتبقى سوء استخدام أو استهلاك مني أنا خطأ فالفلوس أنا الفلوس لوحيدها كده بتتآكل فأنا عايز أحافظ بقى على 30 ألف جنيه دول علشان هما دول كمان هستثمرهم يعني مش هستثمر 100 ألف بس أنا هستثمر المية وال30 اللي كانوا المفروض هيبقوا معدمين وهيتصرفوا هقول لحضرتك إزاي الوقتي هستثمرهم وكمان هتحافظ عليهم وفلوسي مش هتتآكل والتضخم مش هي اللي عليها لإني هزودها وهي مكانها لازم تعرف إنه الجهاز المركزي للتعباء والإحصاء أعلن إنه التضخم وصل 31% طيب عارف ده معناه إيه؟ معناه إنه فلوس حضرتك بتقل بنسبة كبيرة جداً كل سنة يعني مثلاً لو حضرتك معاك 100 ألف جنيه هيكون معاك السنة اللي جاية 70 ألف جنيه هيقله 30 أو 31 ألف جنيه طيب أعمل إيه بقى عشان أحافظ على فلوسي وما تتأكلش بعد السنة أول حاجة هقول لحضرتك بداية عدوك اللدود وأول شيء بيأكل فلوسك هو الديون هتقول لي ما أنا لازم أستدين هقول لحضرتك ماشي ما فيش مشكلة هتستدين بس في حاجة تكون هتدري عليك عائد أو هتبقى فيها استثمار يعني شيء هتنتج من وراه فلوس لكن تستدين عشان خاطر زي ما بنشوف ناس بصراحة دي كرسة ناس بتستدين مثلاً أو يجيب قرد أو يستلف فلوس عشان خاطر إيه هيسافر أو هيصيف أو مثلاً يبقى معاه موبايل 28 ألف جنيه و30 ألف جنيه لمجرد بس إنه يبقى معاه الموبايل ده كمان لازم تكون عارف إنه التكنولوجيا بالذات من أكثر الحاجات اللي بترخص بشكل مش طبيعي قيمة الموبايل في ظرف السنة ما بتبقاش 20 ألف ولا 30 ألف ويا سلام بقى لو حضرتك مقصة الفلوس دي بفايدة الفايدة بتزيد بتزيد مش إنها بتزيد أنا ببقى واخد بعشرة في المية هما العشرة في المية بس بتزيد مع التضخم يعني التضخم بيخله العشرة بقى 12 والموبايل بينزل وبيقل يبقى بداية الديون يا جماعة لازم حضرتك ما تستدينش غير لشيء أنت حضرتك يعني هتطلع منه إنتاج رقم اتنين لازم تستسمر جزء من فلوسك في المعادن السمينة اللي هي الدهب أو الفضة أنا ما عملتش لحضرتك حلقات قبل كده عن الفضة بس أحاول إن أنا أعمل لحضرتك حلقات عنها الفضة على فكرة بقت من أفضل الحاجات اللي حضرتك ممكن تستسمر فيها لكن بالنسبة للدهب في حاجات كتيرة جدا موجودة عند حضرتك في القناة وحلقات حلوة جدا عن الدهب الدهب طبعا كان زمان إحنا دايما بنقول عن الدهب اللي هو زينة وخزينة أو مخزن مخزن يعني شيء للزينة وحضرتك إن أنت بتخزن في القيمة بتاعته يعني قمته ما بتقلش كان فيه فترة من الفترات ممكن يكون إن فيه مخاطرة هيطلع هينزل الكلام ده كله بقالنا سنتين ما بنشوفش أي مخاطرة في الدهب ولا بنسبة نصف في المية فكده الدهب كسبان حصان ربحان يبقى هنشتري بجزء من أموالنا دهب زي إيه؟ زي إنه هنشتري سبايك وتكون السبايك قيمتها قليلة يعني سبيكة صغيرة حجما أو هنشتري مثلا جنيه دهب ويكون دهب ياريت لو يكون دهب جنيه اللي هو المغلف هتروح للسائق وهتقول له اديني دهب مغلف ثالث حاجة مش هشتري دهب أونلاين هشتري دهب من السائق بقى فيه كتير دلوقتي دهب مخشوش ودهب مخلوط الحاجة الرابعة اللي بعد كده لما اجه اشتري دهب بقى دهب بلاش تشتري دهب بكسر عشان الدهب الكسر بيبقى معيوب هشتري دهب مستعمل يعني هروح للسائق وهقول له اديني دهب مستعمل بتبقى مصنعيته أقل شوية بلاش الدهب اللي في الفاترينة الدهب اللي في الفاترينة بيلمع وشكله حلو بس انا مش جايبه عشان هلبسه انا جايبه عشان خاطر هخزنه ان انا اكسب من وراء وان شاء الله في الفترة اللي جاية هنعمل لحضراتكم برضو حلقات كتير عن الدهب الدهب بصراحة مؤشره الطالع وده بقى بياخدنا للنقطة اللي بعد كده وهي رابع حاجة انه تنوع استثمارات حضرتك اشتريت جزء دهب اشتريت جزء من فلوسك شهادات وطبعا كلنا عارفين في الفترة اللي جاية شهادات ان شاء الله يكون فيه شهادات 30% بس برضو ما زلت بقول ما تحطش كل فلوس حضرتك في شهادات 30% وتسيب الحاجات التانية اللي فيها مكسب كويس جدا 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 زي مثلا ازون الخزانة ازون الخزانة من افضل انواع الاستثمار ازون وسندات الخزانة وهتليع عند حضرتك برضو اه حلقات كتير عن ازون الخزانة وده بديل حلوة جدا جدا للشهادات النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بقى هنقطة مهمة جدا 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 هي دي اللي ممكن توفر مع حضرتك فلوس اللي بعد كده انه حضرتك تخفض مصرفاتك عايز اسأل حضرتك وسؤال كم مرة دخلت السوبر ماركت عشان تجيب حاجة واحدة بس وفي الاخر خرقت بمية وخمسين الف حاجة سبعين في المية منهم مش محتاجهم اصلا وكمان كارثة نيتا نسيت تجيب الحاجة اللي حضرتك كنت داخل تجيبها طيب هو ده تقليل النفقات عشان تقدر تواكب التضخم وفلوسك ما تتأكلش انا باعمل لحضرتكو حلقة قريب جدا عن انه ازاي بينضحك علينا في السوبر ماركت بطريقة تصويقية رهيبة بتخلينا زي ما قلت لحضرتكو بنجيب كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها وساعات بننسى نشتري الحاجة الواحدة اللي احنا هنجيبها واقول لحضرتك الحلل ده ايه عشان خاطر تقلل نفقاتك واتحسبها شهريا هتلاقي في مبلغ كبير جدا لحاجاتكو وتكلها كفي الاخر بتترمي في الزبالة موجودة على عند حضرتك يعني تحافظ جدا على انك تزود دخلك الحالي لو في اي مصدر دخل حتى لو كان بسيط بس مش مناسب لحضرتك او مش عجبك برضو خليك في على الاقل لحد ما تلاقي غيره مصدر دخل تاني يعجب حضرتك وعشان تبقى عارف اللي في ايده مصدر دخل دلوقتي المفروض ما يسيبهوش ابدا لحد ما ربنا يسهل وعجلة الانتاج تبدأ تشتغل وتبدأ المصانع اللي اسمان عنها تشتغل وبعد كده ان شاء الله تقدر ان تروح المصدر يكون لحضرتك مصدر اي مصدر دخل تاني الحاجة اللي بعد كده حاول حضرتك انك تتعلم اي شيء جديد طيب انا كنت شغال في شيء معين والمجال ده ما بقاش شغال دور ايه المجالات اللي شغالة وعشان تكون عارف كل المجالات اللي بترتابط بالانترنت او تعاملات الانترنت او زي زي حاجات كتيرة جدا فريلانسر وحاجات تانية كتيرة جدا جدا الحاجات دي شغالة كويس جدا جدا 20% في البورصة وخصوصا بعد طرح 32 شركة وبنك في 17 قطع مختلفين وانا عملت لحضرتكو عليها اكتر من حلقة تقريبا حلقتين وان شاء الله لازم تكون عارف ان في اوقات التضخم في ناس بتعلق على ناس وشركات بتعلق على شركات عارفين بتعلق ازاي بتعلق وبتطلع بالبورصة لان البورصة سوء يعني بتبقى حضرتك ممكن تدخل بمبلغ صغير جدا جدا وتلاقي مكسب رهيب جدا وممكن لقدر الله تلاقي خسار او رزك بس برضو بتبقى مكسب البورصة افضل في الفترة اللي جاية علشان خاطر الشركات اللي بقول لحضرتكو عليها دي شركات نجحة جدا هتلاقي في انت عاشها في البورصة غير عادية واحنا بدأنا انشاء ان نلاحظ ده وشوفناها من الاسبوع اللي فات وانا قلت لحضرتكو على القيم اللي البورصة عليت بيها والمكاسب اللي حققتها كلام ده كله مستفدتش باي حاجة وحابب ان انت تعرف اخبار الشهادات هقول لحضرتك مفيش اي مشكلة خالص في الفترة اللي جاية هيكون فيه شهادات ان شاء الله 30% كمان متوقع ان يكون فيه اجتماع للبنك المركزي لو ما كنتش حضرتك شفت الحلقة اللي فاتت اجتماع طارق للبنك المركزي ممكن يكون فيه من بداية من 1-3 ان شاء الله نشوف شهادات جديدة ده لو كان فيه اجتماع طارق للبنك المركزي لو ما كانش فيه اجتماع طارق للبنك المركزي هيكون فيه اجتماع يوم 33-2023 ده الاجتماع الدوري والطبيعي والاجتماع التاني سنة 2023 ده ان شاء الله هنشهد فيه انه يكون فيه رفع السعر الفايدة حتى لو بالنسبة بسيطة بس دايما الشهادات بيتيجي اعلى من التدخم التدخم يا جماعة وصل 31% وما تنسوا الشهادة 18% تبقى للأسف يعني ورق الضغط على البنوك شوية فممكن ان احنا نشوف شهادات بعائد مرتفع بس مش هيكون 25% ان شاء الله يكون اعلى من كده وإلا كان مد 25% وما وقفهاش اتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم استفدتوا ولو بمعلومة واحدة حاول تحافظ على اللي في ايد حضرتك هتلاقي اللي في ايدك ده بيزيد مش بيقل مش بيتأكل تأكل الفلوس دي كرسة اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله